النبي الكريم علمنا أنه إذا استيقظت قل الحمد لله الذي عفاني في بدني وأذن لي بذكره ورد إلي روحي يعني سمح لي أن أعيش يوماً جديداً نقطة دقيقة حينما تستيقظ معنى ذلك أن الله سمح لك أن تعيش يوماً جديداً فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل لذلك ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أيها الإخوة يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ لذلك لذلك الثانية هي التوفيق والثانية غضاء والثالثة خطأ كبير يعني قلة من الناس قليلة جداً تحسن إدارة الوقت ومن علامات التخلف في أمك أن الوقت لا قيمة له إطلاقاً يمضي الإنسان ساعات طويلة في أعمال تافهة في أعمال لا تقدم ولا تؤخر لذلك الله عز وجل يعاتب هؤلاء الذين استحقوا العذاب يقول لهم أولاً نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال الإمام القرطبي النذير هو القرآن الكريم لأن فيه مشاهد من يوم القيامة وقال بعض العلماء النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديثه أكسروا ذكر هادم اللذات مفرق الأحباب، مشتت الجماعات عش ما شئت فإنك ميت أحبب ما شئت فإنك مفارق اعمل ما شئت فإنك مجزي به وقال بعض العلماء النذير هو سن الأربعين فمن دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة وفي بعض الآثار أنه من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شرة فلتجهز إلى النار يعني أربعين سنة سن النبج ماذا يليق بك أن تفعل في هذا العمر ودائما الإنسان لو سافر بآخر قسم من السفر تنعكس خطته يشتري بطاقات العودة يشتري الهدايا يهيئ نفسه لمتابعة عمله في بلده إذن لابد بعد حين من الزمن من أن تغير الخطة من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة فالنذير هو سن الأربعين وبعضهم قال سن الستين وبعضهم قال الشيب عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك بعضهم قال النذير المصائب الآية الدقيقة جدا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخدم وفي آية أخرى فنتبع آياتك ونخون من الموقنين معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل من المصيبة رسالة إلى الإنسان فهي نذير وموت الأقارب نذير كل إنسان له عمر أحيانا بضعة أشخاص في عمره تماما يموتون معنى ذلك أنه اقترب الأجل أدق موعظة إنسان أمره ثلاثين أربعين خمسين خمسة وخمسين ستين يفاجأ أنه صديقه توفي والثاني توفي فموت الأقارب والأنداد أيضا رسالة نعم وبعضهم قال يعني النذير كل شيء في الحياة الدنيا يدعوك إلى أن تنتبه من نهاية العمر أيها الإخوة ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها والحقيقة لا نملك إلا الساعة التي نحن فيها الماضي مضى ولم يعود والمستقبل لا تملكه كنت أذكر لكم قصة مرات عديدة هذا الذي حدثني عن خططه لعشرين عاما قادما ثم فوجئت أن نعوته قرأتها في اليوم نفسه لا تملك المستقبل ما في إنسان ما في بزهنه مئات الخطط للمستقبل يأتي ملك الموت يلغي كل هذه الخطط وأنت إذا زرت مقبرة اعلم علم اليقين أن كل هؤلاء الموت ماتوا ولم ينجزوا أعمالهم كل واحد كان في عنده أحلام وخطط وطموحات وجاء الموت فأنهاها والإنسان كل ما يملك من قوة وهيمنة وجبروت وغنى ومكانة ومنصب منوت لذقات القلب وقف القلب انتهى كل شيء كل أملاكه لا غيره صارت لأن هذه القلب أموال منقولة وغير منقولة وعملات أجنبية وأسهم وشركات وقف القلب انتهى كل شيء كل ما يملك إن صرف إلى غيره فلذلك الإنسان إذا وضع البيض كله في سلة واحدة فهو أكبر مقامر وأكبر مغامر لا بد من أن تعمل عملا يسبيقك إلى الآخرة فإذا جاء الموت رأيت العمل أمامك نورهم يسعى بين أيديهم لذلك هناك يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود المفقود الماضي والمشهود الحاضر لا تملك إلا اليوم المشهود أما أمامك هناك يوم مورود الموت يوم موعود يوم القيامة يوم ممدود الأبد الأبد يوم القيامة الموت لا ينجو أحد من هذه الأيام الثلاثة وأخطر يوم المشهود لذلك ورد في بعض الآثار هلك المسوفون قالوا الفوت يعني ضياع الوقت أشد من الموت لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق ولما علم الصالحون قصر العمر وحسهم حادي وسارعوا طووا مراحل الليل والنهار انتهابا للأوقات وسارعوا يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم مجنة عرضها السماوات والأرض وقال بعض العلماء إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له والمؤمن يجعل الله له بركة في وقته يعني في وقت قليل ينجز العمل الكثير بعض العلماء أحفوا مؤلفاتهم بعد موتهم وقسموها على أيام عمرهم فكان نصيب كل يوم تأليف تسعين صفحة تسعين صفحة كل يوم أسموا المؤلفات على عمره وأحيانا يمكن أن تنجز في الوقت القليل أعمالا جبارا هذا من توفيق الله عز وجل لذلك أخشى ما نخشاه أن يذهب الله البركة من أعمارنا أياما الإنسان يشتغل بسفاسف الأمور يعني خطأ بآله يهدر له من وقته أسبوعين خطأ بتركيب آله شيء ينكسر ما في منه بده مراسلة بده سفر المعمل وقف الإنسان حينما لا يؤدي طاعة الله حينما لا يؤدي العبادة الله عز وجل قادر يتلفل وقته يعني أمثلة كثيرة جدا ممكن تضيئ ساعات وساعات وأشهر وسنوات في موضوع لو لم يكن لكنت في غنى عن كل هذا الوقت لا تضن بوقت تصلي فيه أو تؤدي فيه العبادة أو تحضر مجلس علم لأنك إن ضمنت الله عز وجل يؤدب هذا الإنسان بإتلاف وقته يعني كل منا له أسرة فالتفع الحرارة عند ابنك يقول لك الطبيب لعله التهاب صحية هات تحليل هات تصوير هات مرنان أسبوعين ثلاثة مع عشرة آلاف ليرة بعدين طلع التشخيص خطأ ممكن تدفع المال وبتبزل الوقت وبتتحطم أعصابك والموضوع كان ممكن ما يكون له وجود أطلاقاً فكل إنسان بضن على ربه بإداء العبادات أو بحضور مجلس علم أو بعمل صالح الله عز وجل قادر يتلفل وقته أحياناً يركب إنسان محرك في أطعة يجب أن تكون في أول مرحلة بينساها بعد سبع ساعات يجد هذه القطعة يضطر أن يعيد بناء المحرك برساني يعني الله قادر يتلفلك عشرات الساعات الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضيع للوقت الحاضر تعود مع إنسان كل الجلسة تحسر أنه في أرض عرضوه عليه وما يشتراها ارتفع 200 ضعف يبقى عشرين سنة محروف قلبه ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها في شخص نمط نمط تحسر يعيش أخطاء الماضي ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع وطلب الرجعة فحيل بينه وبين الاسترجاع وطلب تناول الفائت وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد وأنا لهم التناوش من مكان بعيد ومن علامة المقت إضاعة الوقت إن أردت أن تعلم ما إذا كان الله يحبك أو يمقطك من وقتك إذا ضاع الوقت وقت يضيع في القيل والقال والجدال والمشكلات تلاقي وقت سمين يستهلك للخصومات في بيت كله خصومات شيطان داخل فيه كل يوم فيه مشكلة متافهة أعصاب متوترة نفوس نافرة وضع معقد فالإنسان حينما يوفق إلى إدارة وقته واستعمال وقته فهو من السعداء وأكد لكم مرة ثانية ما في ثلاثة بالمئة من الناس يحسنون إدارة الوقت يعني فيه عنده مجموعة أعمال لا يضع لها خطة يذهب إلى أقصى مكان في المدينة ثم يعود إلى هنا ثم يذكر أنه فيه قضية ثانية في المكان نفسه ساعات بتروح فلذلك أيها الإخوة أكبر إنجاز لك أن تحسن إدارة الوقت لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول الليل والنهار يعملان فيك أوضح مثل انظر إلى صورة لك قبل خمسين عاما أو قبل عشرين في فرق كبير جدا هذا من فعل الليل والنهار الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما يعني الوقت إما أن تنفقه استهلاكا وإما أن تنفقه استثمارا ينفق الوقت استهلاكا كما يفعل معظم الناس يأكلون ويشربون ويتمتعون ثم يفاجأون بالموت وأيديهم صفر ليس لهم عمل صالح أما المؤمن ينفق الوقت استثمارا يعني يفعل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعه بعد انقضاء الوقت لذلك الذي ينفعه أربع أشياء والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا جسد إيمان وعملوا الصالحات عمل صالح وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر إن فعلت هذه الأشياء أو بعضها في اليوم فأنت لست بخاسر أما إذا غفلت عن هذه الأربع وحصلت أكبر ثروة فأنت خاسر